أعلنت وزارة الإسكان عن برنامج زمني لتحديث بيانات المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار وذلك خلال الفترة من السابع والعشرين من مارس وحتى التاسع والعشرين من مايو عام 2016 تمهيدا لإعداد قوائم المستفيدين من المشاريع الإسكانية الكبرى التي تنفذها الوزارة والتي أوشكت نسب الإنجاز بها على الاكتمال وأفادت الوزارة أنه وفقا لخطة برنامج التحديث فإن الوزارة ستقوم بالاتصال بالمواطنين المعنيين لإبلاغهم بمواعيد الحضور وتزويد إدارة الخدمات الإسكانية بالأوراق الثبوتية المطلوبة وأوضح دكتور خالد عبد الرحمن الحيدان الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية أن الهدف من برنامج تحديث البيانات هو التأكد من استمرارية مطابقة بيانات المواطنين للمعايير الإسكانية والحصول على بعض المعلومات الإضافية وأكد الحيدان أهمية تجاوب المواطنين مع إجراءات التحديث لما تشكله من أهمية كبرى في تأكيد بيانات طلباتهم الإسكانية وتحديث قاعدة البيانات إضافة إلى تسهيل إجراءات الوزارة وضمان دقة الأسماء الواردة في قوائم تخصيص الخدمات الإسكانية والحفاظ على استمرارية صرف علاوة السكن للفئات المستحقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر